رجعنا مشاهدين مرة تانية لسه مكملين مع بعض فقراتنا وصلنا دلوقتي لفقرة الرياضة فقرة الرياضة اللي أكيد كل الناس ما تدرش تستغنى عنها حتى في وسط كل الأحداث اللي بتحصل في البلاد بنحاول في نهارك سعيد ان احنا يكون فيه برضو منفس لكل الناس اللي لها علاقة بالكرة وبتحب الكرة ودول كتير جدا طبعا رجعت تاني مباريات الدوري العام والممتاز إلى مطارها وده بعد الاستقرار والهدوء النسبي في البلاد وكمان بعد ما اتفق رؤساء الأندية مع جماهير الألترس على تهدئة الأوضاع وشهد الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز عدد مباريات كرة القدم كان أبرزها تليفونات بني سويف والزمالك اللي هو كان مبارح وانتهت المباراة أمس بتقدم الزمالك 2-0 معاني نهاردة طبعا هيكون منورنا في الستوديو هنتكلم عن تفاصيل الدولي العام ومباريات الأسبوع اللي فات ومباريات النهاردة ومبارح الأستاذ جمال نور الدين وهو الناقد الرياضي سبا خير يا فندم سبا خير أهلا بي في الأول وقبل ما نبتدي في أي نتائج وقبل ما نبتدي في أي تفسيرات أو وجهات نظر عن مباريات مباريات النهاردة أمبارح كان فيه بيان للألترس البيان ده بيقولوا فيه أن هم مش هيحضروا أي مباريات أو خصوصا مباراة النهاردة الأهلي والإسماعيلي ممكن تكلمنا عن البيان اللي طلع أمبارح من الألترس أولا لابد أن نعرف أن لجنة المسابقات قد منعت الجماهير من حضور مباراة الأهلي والإسماعيلي النهاردة اللي هي المباراة المؤجلة من المفترض أنها تكون مؤجلة البيان أمبارح تم توزيعه على وسائل الإعلام بعد لقاء وزير الداخلية مع رؤساء الأندية واللي أنا بقول أن دي خطوة أولى في بداية إصلاح العلاقة ما بين الجماهير وما بين الأندية لأن بالفعل وزير الداخلية لمس المشكلة من جزرها قال أن على رؤساء الأندية أن هم يعودوا مع جماعات الألترس في كل نادي لتهديتهم لتحقيق مطالبهم لفتح قناة اتصال معهم إحنا عندنا مشكلة كبيرة أن نحن بنتكلم مع نفسنا وأن وسائل الإعلام ليس لها ظابط ولا رابط دلوقتي اللي هو خاصة القناة الرياضية وأن ما فيش ميساق شرف يحكم الجميع فعندنا حالة انفلات في التصريحات انفلات في اللقاطات التي تأتي في المدرجات انفلات في كلام المسؤولين اللي أتمنى أن هم يحدوا منه شوية وده اللي بيعمل إصارة للجماهير بيعمل إصارة وعناد لجماعات الألترس تحديدا محدش فكر أنه هو يفتح قناة اتصال مع هذه المجموعة احنا عندنا مشكلة بنتكلم مع نفسنا زي ما بقول لحضرتك ولكن الطرف الآخر غايد الطرف الآخر ده من 13 ل 25 سنة لازم يتم احتوائه لازم نعرف إيه تركبته الأول قبل ما نتعامل معاه لازم نشوف هو عايز إيه بالزبط وزير الداخلية مبارح في اجتماعه مع رأساء الأندية طالب بده وطالب بأن ادلهم الفرصة أكتر ولكن أنا من خلال برنامج ده أنا بقول لرأساء الأندية بقول لوزارة الداخلية بقول لكل المسؤولين في اتحاد الكرة أن يريد تشاركوا مجموعات الألترس في حماية الأستاذ بالتأكيد زي ما عملناها في صورة 25 نناير واللجان الشعبية نعمل لجان للمدرجات من الألترس نفسهم سدقيني لو ادنا لهم الاهتمام الكافي ما فيش أي ظاهرة شغب حتحصل في المدرجات ولكن للأسف احنا مش عارفين احنا بندور في دائرة مفرغة من غير من حل المشكلة من جزر والله هو يعني مبدئيا هو فكرة جميلة جدا أنك تديهم مسؤولية أمان وحماية الأستاذ من أي ضرر احنا لما دينا مسؤولية حماية السورة للشباب عملوا اللجان الشعبية من غير محد يقول لهم وكنا كلنا فرحانين بده وممكن كلنا اشتركنا في اللجان الشعبية سواء تحت البيوت ولا في الشوارع ولكن لما تحصل في النطاق الديأ إذا كنا نجحنا على مستوى الوطن فلما تحصل في النطاق الديأ اللي هو قطاع الرياضة أنا بقول أن احنا ممكن ننجح وممكن نعبر هذه المشكلة بشكل سلمي وبشكل جميل جدا ودون إسارة فوضى ودون أي حسائل ولكن خليني أقول لحضرتك أن الألترس استمدوا قوة مخيفة جدا يمكن هما من 2007 إبتادت حاجة اسمها الألترس ولكن في الفترة دي استمدوا قوة مخيفة وغريبة جدا وكبيرة قوي 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 ضعف الشرطة في الفترة الأخيرة خاصة بعد السورة وغياب الحالة الأمنية وجود انفلاد في كل مجالات الحياة في مصر أدى إلى أن هما أصبحوا ما عندهم شيء حاجة يخافوا منها وهما ليه أصلا حاجة يخافوا منها لنرغم أنهي احنا بنكلم فكورة ورياضة هو لازم نعرف طبيعة الناس دي إيه لازم نعرف يعني إيه ألترس لازم نعرف يعني إيه زي لحضرتك والتكلم يعني إيه آه يعني في جانب عدواني في المسألة في جانب الكابت اللي عندهم ودول الشباب زي ما أقول لحضرتك من 13 إلى 25 محتاجين احتواء محتاجين أنهم يحسوا بذاتهم محتاجين أنهم يحسوا أنهم فعالين في المجتمع فعندهم الحالة الوحيدة اللي بيتنفسوا فيها هي كرة القدم وليس كرة القدم فقط دلوقتي أصبحت كرة القدم والسلة والطيرة واليد يعني العلعاب الجماعية هي الحالة الوحيدة في المجتمع مجتمعهم أنه هم بيقدروا يتنفسوا منها بيقدروا يسيطروا بيقدروا يفرضوا آراءهم وشروطهم وزي ما حصل في البيان مبارع أنا حزين لصدور أزلبيان يعني كان فيه أي ملامح لهجة تهديدية مثلا من الآخر في البيان كان شكله كان في بداية وكان حلو ان احنا نظرا للظروف اللي بتمر بها مصر ان احنا مش هنقدر ان احنا قررنا ان احنا ما نحضرش مباراة الاهل والاسماعيلي حتى لو راح ما كانوش هيحضروها لان ده ممنوع دي كل الجماهير والامن اهل كده واتحاد الكرة وقع بدا وكانت المسألة حتحصل لو كانوا راحوا كانت حتحصل فيه اشتباكات وفيه صدام مع الامن رغم ان الجماهير بحكت كويسة طيب ايه المشكلة نعرفين ان في حالة حساسية ما بين جماهير الكرة الالترس وما بين الامن نفسه ده منذ بداية الالترس يعني من 2007 لدلوقتي وزادت الفترة الاخيرة حتى كان في محاولات اقتحام وزارة الداخلية اكتر من مرة في الفترات الماضية ولكن البيان بدأ شكله حلو زي ما احنا بنقول بدأ بيقول ان احنا عايزين نخلي البلد تبقى في شكلها كويس ونظرا لحالة الحالة اللي موجودة احنا مش رايحين المباراة طب تشكره ولكن في السطر اللي بعده على طول بيقولوا ايه ولابد ان يعلم الجميع اننا ندير هذه المنظومة او اننا ندير كرة القدم في مصر بدأت اللهجة تاخد طبع تاني يعني انت قدمتلي شوكولاتة فما فيش داعي يعني تقدم للشوكولاتة تفكرني انت قدمتلي شوكولاتة فما ينفعش يعني فلهجة التهديد اللي في البيان انا كنت حزين عليها جدا لان لو انتهوا لو انتهى البيان مثلما بدأ كانت هتبقى صفحة جديدة ما بين الالترس وما بين وسائل الامن ما بين اتحاد الكرة ولكن للأسف يعني برضو انا بقول ان ضعف اللوايح وضعف العقوبات ادى الى برضو مسألة من مسألة استقواء لهذه المجموعات على حتى المسؤولين نفسهم طب ممكن اعرف بس سبب عدم وجود جمهور النهاردة في نادي الاهل اسمالي برغم ان مبارح كان فيه جمهور في مباراة الزمالك لا هي مباراة مؤجلة مباراة مؤجلة تم تأجلها بسبب عقوبة وقعت على نادي الاهل للشماريخ في المدرجات فلجمة المسابقات وقعت على عقوبة بان حيلعب المطش ده بدون جمهور تمام طيب نروح بقى لمباراة الدوري العام ومباراة مباراة ان شاء الله كانت مباراة بين الزمالك وبين تليفونات بني سويف عايزة عرف بس الاول رأيك ايه في مستوى الزمالك بعد الفترة اللي غاب فيها ورجع مرة تانية للدوري العام مكسب الزمالك مباراة مش المكسب ثلاث نقاط فقط ولكن مكسب الزمالك كان معناه اكتر منه مكسب محسوس مكسب المعناه ان هو قدر يخرج اتنين من اللاعبة حسين حمدي لاعب الوافد الجديد اللي كان بتهدده الظروف ان هو يرحل عن الزمالك ويعود الى المصر المقصة مرة اخرى وما كانش يلاقي نفسه يعني ما كانش يلاقي نفسه في الفريق كان عنده سوق حظ غير طبيعي من بداية الموسم مباراة الهدف بتاعه اعاد للثقة اعاد للروح اعاد لانتظار الجماهير على تقدم مستوى وده على فكرة لعب هدف هدف بشكل منطرات فريز زي ما بيقول ولكن سوق الحظ مع الزمالك ادى الى ان البعض يطالب رحيل حسين حمدي قبل ان يقدم اوراق اعتماده على زي ما بيقوله زي ما بيقوله في الزمالك فانا بقول ان المباراة تليفونات بالنسويف هي بطاقة اعتماد حسين حمدي لدى الجماهير اولا قبل ان تكون لدى الجهاز الفني لان الجهاز الفني اثبت واكد بان حسين حمدي مش هيمشي من الفريق وكان في اعضاء من المجلس ادارة الزمالك انفسهم في المجلس الادين كانوا بيطالبوا برحيل حسين حمدي عن الفريق النقطة التانية عودة ميدو احمد حسين ميدو مزبوط الهدف اللي جابه وانا بقول ان الهدف ده هدف زكاء وخبرة ازاي بقى كلمني عن الهدف ده لانه كان في اخر كم دقيقة في المطش وكان هدف رائع اولا احمد حسين ميدو بتاريخه الطويل الاحترافي بحساسيته للكرة بيعرف يقف في الاماكن الصح شيكبالا الهدف ده بتاع شيكبالا بكل معاني معاني الموهبة والاحترافية والجمال والروعة ده تتمثل في هذا اللاعب الاصمر شيكبالا انبارع عمل كرة لحمد سمير اللي رفحها بالعرضية زاحفة كان مستنيها احمد حسين ميدو وان كان الحظ حلفه الا ان هو كان مستنيها في الزمان والمكان زي ما بيقوله مستنيها بشكل بخبرته مش بلعبه هو خبرته اللي خلته في المكان ده خبرته اللي خلته ان هو ينقض على الكرة بشكل قوي كان ممكن تضيع كان ممكن تهرب كان ممكن يحصل لها اي حاجة في الطريق ولكن بالفعل مباراة امبارع كانت برضو شهدت ميلاد لعودة احمد حسين النفسية للملع ان هو لسه ماكملش وبعد كده انا اعلم ان حسن شحاته هو كان عايز يشارك في المباراة اللي فاتت كتير ولكن حسن شحاته قال له انا ممكن اشارك خليك تشارك في المباراة ولكن انا بكده ححرائك انا بكده مش حب اخايف عليك خليك لما تكمل ليقطك البدنية عشان تظهر قدام الجمهور بشكل كويس وتعود احمد حسين ميدو زي ما كان وبالفعل هو بيعود تدريجيا فانا بقول ان التلات نقاط ده في كوم وعودة اتنين اللاعبة ده في كوم تاني لان العودة النفسية للعبين ده اضافة لقوة هجوم الزمالك وليس لأي شيء اخر من ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك مباراة الزمالك وتليفونات بني سويف غير ميدو انا عندي مهم قوي ان انا اسكر احمد فوزي هذا الحارس بني سويف بالفعل هو كان نجم فريق بني سويف لانه يعني منع العديد من الهجمات الخطيرة على على فريقه خاصة ان احنا اعرفين ان تليفونات بني سويف حديث العهد في الدور الممتاز ولكن يمتلك مدرب لمستقبل كبير اول اللي هو حمزة الجمل انا اكتشفت حمزة الجمل في الدور ده اكتشفت اللي ان هو ما كانش ليحظف سموحه بالشكل الكبير ولكن عمل فريق محترم عمل فريق جماعي عمل فريق ليه بكرة تليفونات بني سويف جاي ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي لان هو لسه احنا زي ما بيقولوا حديث العهد بالدوري واحنا دايما نعرف ان اللي بيطلع الدوري بيكون جديد اما ان هو يزبط نفسه ما ينزلش تاني واما ان هو يتقدم الفرع الكبيرة طيب فما يقدرش فيتراجع 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 للدوري الاقل منه الدرجة الاولى ولكن بني سويف قادم بقوة بني سويف عنده مجموعة من اللاعبين وان كان ملهمش اسماء الا يعني عبدالله عبدالله الشحات او غيره الا ان فيه لعب جماعي بشكل يسير المتعة ولكن كان متوقع فوز النادي الزمالك على بني سويف امبارح كان متوقع كان كل الاوساط كانت بتؤكد ان الزمالك سيفوز ممكن اتنين تلاتة وان كان في مقابل هدف ولكن تليفونات بين سويف امبارح فجأت جميع باداؤه الراقي باداؤه الجماعي احرج جز مالك في اكتر من فرصة في اكتر من هدف اضاع منه خاصة في الشرط الاول اللي هو فرصتين مؤكدتين دول اهداف اضاعوا منه بسبب الحظ مرة وبسبب تقلق عبدالواحد السيد اللي انا بقول ان هو كان بالفعل نجم المباراة كلها